اشتركوا في القناة التي تركز على ارساء دعائم الدولة المدنية العصرية والحديثة التي تقع المواطنة في صدارة اهدافها ومظاهرها الرئيسة فوزية ابن عبدالله زينل قدمت مقترح وهو الخاص بتطوير منهج المواطنة التابع لوزارة التربية والتعليم الكل يعرف الآن التطورات الحادثة في العالم وليس البحرين فقط والبحرين ليس بمنأة عن المحيط والتغييرات التي تتم سواء اقتصادية سياسية تكنولوجيا حتى جغرافية هذه التغييرات تطلب ان يكون المنهج مواكب لهذه التطورات ان احنا نقدم لابنائنا نقدم للطلبة منهج يحميهم منهج يقدم لهم بما يكفل الحفاظ على الهوية البحرينية الحفاظ على حب الوطن على كافة الامور الخاصة بمملكتنا الغالية البحرين فكان المقترح يحاكي هذا الشيء ان في ظل كافة التطورات هذه ان لازم المنهج يطور ورد وزارة التربية والتعليم كان واضح كان في الرد المرئيات اللي سلمتها اللجنة اللي درست هذا المقترح ان الوزارة دائما على تواصل مع كافة الاطراف لتطوير المنهج بما يواكب هذه التغيرات